اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما الان فهذا العامل المشترك غير بارز كيف نتصرف بطبيعة حال هنا نتجنب عملية النشر سوف لن ننشر الجداء 7x عامل 3x زائد 5 عملية النشر ستعقد المشكلة ولكن اذا لاحظت معي 6x زائد 10 يمكن ان نستخرج من هذه الكتابة الرياضية عاملا مشتركا اذا في الكتابة 6x زائد 10 هناك عامل مشترك ترمه يلا فكر في الأمر 6x يمكننا نكتبها 2x 3x و10 يمكننا نكتبها هي 2 في 5 اذا كما ترى هنا برز عامل مشترك في هذه الكتابة الرياضية ترمه نعم هو العدد 2 اذا كما ترى 2 هنا عامل مشترك سنعمل به نكتب 2 عامل 3x زائد 5 والان اذا نظرت الى الكتابة ككل ستجد عاملا مشتركا فيها ما هو صحيح هذا العامل المشترك هو 3x زائد 5 الآن اصبح هذا المثال يشبه الامثلة التي رأينا في التمرينين السابقين اذا سنعمل ب 3x زائد 5 بهذه الكيفية 3x زائد 5 عامل ل نعم عامل ل 7x زائد ماذا نعم زائد 2 هكذا نمر انظر معي الآن الى العبارة الرياضية m2 والتي تساوي 7x عامل ل 4 ناقص 3 زائد 12 ناقص 6 مرة اخرى هنا العامل المشترك غير بارز لا يبدو واضحا منذ البداية فهو خفي وعلينا ابرازة كيف مرة اخرى سنتعامل مع 12 ناقص 6 يمكن ان نستخرج منها عاملا مشترك ترى ما هو العدد فماذا سنكتب نعم سنكتب 3 عامل ل4 ناقص 3 X الآن ماذا تلاحظ فعلا برز عامل مشترك في الكتابة الإجمالية ل M2 لهو 4 ناقص 3 X إذا سنكتب 4 ناقص 3 X عامل ل 7 X زائد 3 وانتهى يلا الآن انظر إلى العبارة الرياضية الأخيرة M3 سوى 12 X عامل 6 ناقص 7 X زائد 18 ناقص 21 X يلا كيف سنتصرف هنا مرة أخرى سنبرز العامل المشترك موجود هذا العامل المشترك ولكن تخصنا نبرزه 18 قد نكتبها هي 3 في 6 ناقص 21 X أي 3 في 7 X إذا كما ترى هنا 3 والعامل المشترك إن سنكتب 12 X عامل 6 ناقص 7 X زائد 3 عامل ل نعم عامل 6 ناقص 7 X والآن ما هو العامل المشترك الجديد نعم في الكتابة الإجمالية هو العدد 6 ناقص 7 X سنعمل به هكذا 6 ناقص 7 X عامل ل نعم عامل 12 X زائد 3 انتهى التمرين من إعداد السيد عبدو إعداد ياتصفاء من ركش إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر